فخالصنا ان هذا الكم من المواد في اولى وتانية وتالتة لا الفلسفة عايزاش عليك الفلسفة الفلسفة عشان دي كانت مسارجلة فلسفة ام العلوم طيب الفلسفة ام العلوم انا عايز طالب ادبي وعلمي يدرس فلسفة بمنهك كامل فبالتالي حطينا الفلسفة في اولى سنوي مش بدرسها اولى وتانية وتالتة علم النفس حطيناه في تانية سنوي مادة مهمة جدا حطيناه في تانية سنوي مش لازم ادرسها اولى وتانية وتالتة ياخد حد المعرفة ياخد حد المعرفة الجيد الكامل في مادة أساسية كاملة لها عدد ساعات معتمدة أدرسها في السنة إنما ما حطش جزء بعض المواد بعض المواد بعض المواد بعض المواد وفي الآخر أنا الحصيلة سواء كان هتخصص بعد كده علمي أو أدبي هو خلاص درس فلسفر ودرس علمي لازم الجميع يدرس فلسفر جينا برضو نفس الجزئية فما عدنا هيكلة المرحلة الثانية وهدي مثال برضو لبعض الأنظمة الدولية اللي هي لها نجاحات في مصر وبتشتغل في مصر زي النظام الإنجليزي أو الإي جي الولاد عندنا بياخدوا ثمان مواد في ثلاث سنين لما بياخد ثمان مواد في ثلاث سنين وله هو يتخصص عندسة أو طب وممكن يبقى تسعة أو عشر طيب ثلاث سنين بياخد فيهم عشر مواد وإحنا الطالب بتاعنا كان بيدرس اتنين وتلاتين مادة في السنة طيب مثال الاي بي اللي هو انترناشنال بيكالوريا اللي هي شهادة معتمدة وشهادة يعني بيدرس ست مواد في سنتين طيب إحنا بندرس اتنين وتلاتين مادة في ثلاث سنين وضع كان وضع صعب جدا وفي الآخر كان مشكلته الرئيسية إن المواد الأساسية ملهاش وقت تدرس داخل المدرسة وما بقدرش أعلم الولاد معارات عندي داخل المدرسة فكده عبق على المدرس في المدرسة طبعا عبق على الظلم زلم للمدرس في المدرسة طبعا عبق طبعا على الطالب اللي مش عارف يتحصل على التعليم في المدرسة مزبوط عبق على الأسرة اللي لازم تتكفل بالتعليم الإضافي لهذا الطالب تمام عدد بقى لو هو بيستعين ببرة بياخد عدد دروس أكتر بياخد عدد كتب خارجية أكتر بياخد عدد أكتر فطبعا ده حمل على الناس وإن شاء الله الحمد لله يعني ربنا هيانا إن شاء الله في النظام الجديد هندرس كما ده في النظام الجديد احنا قسمنا المرحلة السنوية حاليا وعندنا برضو يعني السنوية عامة بقت خمس مواد اللي هي تلتة سنوية يعني عندنا اللغة التانية سيبناها خارج المجموعة تمام تربية الدينية خارج المجموعة وإن كنا بنشتغل برضو على التربية الدينية يعني عحيقا عملنا لقاءات مع الإمام الأكبر في الشيخ الأزهر وعملنا لقاءة مع البابا تمام عشان برضو عايزين ندخل الدين بمفهوم أخلاقي عندنا الأخلاق في الأديان واحدة بر الوالدين الصدق الكذب كل ده أخلاق واحدة فإحنا عايزين ندرس كل دين يبقى داخل معنا المجموع بس كل دين بما بما هو له فيه نواي يبقى عنده بالجزء ده ويبقى اللي بتعنم واحد ترجمة نانسي قنقر